السلام عليكم و احنا بالخيارات اللي ممكن تفعلها بان تجعل تطبيقك مثلا فقط يدعم الوضع الطولي او فقط يدعم الوضع العرضي فهذا الشيء جدا ممكن بذل ما تنسق تطبيقك الوضع الطولي ووضع العرضي فممكن بانه حتى لو المستخدم مثلا قلب الجهاز فالتطبيق ما يقلب نهائيا كيف ممكن انبرمج هذا الشيء نذهب الى المين دوت دارت بهذا المكان فتلاحظ بهذه الصورة احنا عندنا المين فاكشن قبل ما نشغل الماي اوب اللي هو تطبيقنا الرئيسي عن طريق دالة الرن اوب بهذا المكان ممكن بانه نستطيع الوصول الى الورينتيشن الخاص بالديفايس او وضعية الجهاز اذا كان الوضع الطولي او الوضع الافقي نصل الى الورينتيشن عن طريق شيء اسمه system chrome نضطر بانه نستدعي system chrome من flutter services.dart فبالتالي لو نضغط عليها مباشرة نعمل الى import للservices.dart عن طريق هذا الكلاس ممكن نصل الى الpreferred orientation فتلاحظ بهذا المكان set preferred orientation اعداد الورينتيشن او الوضعية المفضلة لك فبالتالي هذه عبارة عن فاكشن اعتيادية نفتح قواس الفاكشن وتلاحظ بهذا المكان تريد منك list of device orientation فاذا بما انه هي تريد list افتح قواس ال list بهذه الصورة وطبعا هنا ممكن تسمي column حتى ما يعطيني خطر هي تريد منك list نعم لكن كل object تجب ان يكون نوعه device orientation فاذا هنا مفروض ننشط object من device orientation فتلاحظ بهذا المكان احنا عدنا خيارات محدودة عدنا خيار landscape وعدنا خيار portrait الوضع العمودي والوضع الافقي طبعا اكيد في landscape عدنا landscape up landscape down وعدنا كذلك portrait up و portrait down فبالتالي ممكن اختار portrait up حتى يكون بالوضع العمودي اتجاهها للأعلى بهذه الصورة وبعدها ممكن نقسم السطر بهذه الصورة وهذه الدالة لو تلاحظوا set preferred orientations هي ترجع لي future or void فبالتالي ممكن انه فيما بعد استعمل then بهذه الصورة بما انه هي future او اذا تريد تستعمل async اويت انتحر فاذا المفروض بانه تنفيذ ال run up يتم بعد اكتمال هذه الفكشن فاذا ال run up هذه سانفذها بداخل ال then بهذا المكان طبعا هذه الفاليو ما احتاج الها اكيد بالبداية انا اقفل ال orientation على portrait up فاذا اكتمل عندي قفل ال orientation then ومن ثم انفذ ال run up بهذه الطريقة طيب هناك معلومة ممكن نتعلمها دائما في اي فكشن توفر لك مثلا قيمة معينة وانت ما تحتاج الى هذه القيمة فممكن تستعمل underscore لانه انت لو ما كنت تحتاجها القيمة ما ممكن تتركها فارغة بهذه الصورة لانه هنا يجب انه تعرف قيمة معينة فانت عندما تذكر underscore معناها انا اعلم بانه هناك قيمة يجب ان تعرف بهذا المكان لكن انا غير مهتم بهذه القيمة فبالتالي تضايحها underscore كنما انت تلغي القيمة يعني تخبر ال dart بانه انا ما استخدم هذا القيمة ما احتاج الى هذه نقطة اولى النقطة الثانية لو اضغط على hot restart سيعطيني خطأ تلاحظ باني اعطاني خطأ بهذا المكان ورسالة الخطأ نوع ال exception هو binding has not yet been initialized اذا ما صار عندك binding او ما صار عندك ال initialization بشكل صحيح دائما اتعلم هذا الشيء متى ما تستعمل الفيوتر بداخل المين فكشن يجب ان تضيف سطر اضافي قبل ما تستعمل هذا الفيوتر سواء كنت استعملت الثان والكاتش ارر او استعملت الاسنك او ايت متى ما استعمل شيء الى علاقة بالفيوتر فيجب ان تضيف هذا السطر اللي هو هناك كلاس اسمه widgets flutter binding عن طريق هذا الكلاس تستدعي دالة اسمها ensure initialized انه انت تتأكد من ال initialization ومن ثم السمي كولن اذا اول ما افكر اتعامل مع الفيوتر بداخل main.dart يجب بانه اضع هذا السطر في البداية و الا يعطيني خطأ فالان المفروض نعمل hot restart اوكي مثل ما نشوف رغم انه تطبيقنا هو بالوضع العرضي الى انه هو التطبيق مقفول على portrait تلاحظ بانه لو مهما ادور التطبيق فنشوف بانه هو مقفول على وضع واحد فقط اشتركوا في القناة